بيتصلح الأساس بتاع العمارة عشان العمارة تمسك نفسها ويبقى حتى الدور الأخير الناس اللي قاعدة فيه اللي هو المنتخب الأول منتخب صلب مش خايف من حاجة فهو يعني مثل كده إنه هو حالنا دلوقتي وحال ده المشروع هل ننتظر مشروع هل ننتظر إن فيه حاجة جاية خلال الأربع سنين اللي جاية لا ده عاز أقول حركة الحركة ده ربتم سلمة طب قرى عالمية أوطاليا ده حتى الرسال جاية لهم الأمثال جاية لهم من أوروبا يعني أعلى صفقتين تموا الحد دوقتي في أوروبا اللي تنلعي بها 22 سنة و20 سنة نونيز وتشاوميني بتاع اللي وراح ريال مدريد الصغيرين لأن الاستثمار في الجواهر ده ده اللي جاي ده اللي جاي واضح نحن عندهم مشروع اللي فربول عنده مشروع منا يجي وقت الكلام نتكلم عنه وريال مدريد عنده مشروع من سبع سنين مع اللي بزبط أنت بتعمل مشروع فأنت النهاردة هاتي أب جلال يلا الموضوع خلاص بقى أب جلال بكرة فشل خلاص ماشي أب جلال بقى واحد أجنبي يعني يعني هو فعلا أي كلام أنا كنت أعزي أجمل الكلمة فعلا أي كلام أنت بعدك مشروع ما عندكش خطة ماشي عليها عشان كده بقول له حضرك ليه ضربت مثال بالجزار لأن ما يكون عنده مشروع حد زي جمال بالماضي هو مسك المنتخب وعنده مشروع أرغم عدم رضى النقاد الرياضين وحتى الخبراء الكرة الجزائرية بنتقودوا بشكل صارح جدا في الاستوديات هو ممكن حتى الدائم من ده بس في النهاية ده متاح هي دي القوة برضو خالبات هي دي القوة أنك طالما عندك مشروع وانت شايف أن هذا المدرب والمدير الفني قادر على تحييها هذا المشروع معي يحصل أب نزدون يعني هيطلع شوية وينزل شوية ولكن طالما على الطريق الصحيح خلاص بالزبط وعندك مثال تاني مش بعيد برضو المغرب يعني لازم أتكلم عليها لبقى عندك واحد زي واحد خلوزيتش صعادهم كاس عالم ولكن هو النهاردة متعنت بشكل كبير جدا ضد النجوم نصر مزراوي اسمه حاكم زياش واعتقد حمد الله اللي هو بتاع اللي هو بيلعف السعودية التلاتة دول لاجن عنه متحديدا حاكم زياش فهو متعاند بشكل بصراحة أوفر يعني حتى ايه كان فوز الأقجع عرصة حال مغربة كورتا القدم قال أنا هعود مع التلاتة اللي هم التلاتة لعبها وان شاء الله نقرب وجهات النظر لأن الجمهور المغربي يهموا يشوف اللعبة دي لا ده أفضل لعب عنده يشوفهم في كاس العالم فهو رده قال أنا ما يعنينيش الكلام اللي قاله فوز الأقجع وأنا بالنسبة لي لو مستعدة مش بكرة ما عنديش مشاكل هو شخصته قوية طيب ماشي ما هو في النهاية هحط نفس مكاني المواطن المغربي أنا بالنسبة لي ده اسمه منتخب المغرب وليس منتخب وحيد خلول زيتش فعشان كده رغم النجاحات اللي بحققها وكسبان المباراة الأولى ضد جنوب أفريقيا المجموعة بتاعته يعني والنهار ده عنده مباراة مع العبارية أعتقد النهار ده آخر يوم أو آخر مباراة لو حيد خلول زيتش واحد وحتى في كاسة العالم أنت أهلتنا قدام فريق هو الأضعف في كل كسب كونغو تعادلت معه برة واحد واحد وكسبته في المغرب أربعة واحد وتأهلت يعني ما أخذتش مثلا من مصر من تونس من السنغال أنت أهلتنا في مرش عادي جدا يعني كونغو كونغو لسه خسرنا من المنسبة من سودان اتنين واحد في المجموعة يعني ده لولو كأولو أنت ده مش مبرر أنت في النهاية لعب اللعبة دي يعني آه كان فيه طاطش ومدرب شخصته قوية جدا لكن في النهاية أنت اللي تكسبه لعبه آه أنا معاك تما اللعبة تجي تعتذر لك وفوز الأقجر قال أنا هجيبي التلاتة وأنه أرى وجهة النظر عشان يهد رأي العام رأي العام في المغرب مش طاية وحيد خلول زيتش بسبب النقطة دي يا عم أنت عندك لعبة كويسة حيات اللعبة كويسة مع المجموعة اللي عندك أشرف حكيمي والبقية يقدروا يعملوا مرشاك كويس على الأقل يعني لكن هو متعند فهيمشي أعتقد النهاردة آخر مباراة لين النهاردة هكون مباراة ليبريا في الجولة التانية في المج موعة الحداشر اللي كلها تلاتة يعني مصر جنوب أفريقيا والمغرب ولابريا بعد طبعا السبعات زينباوي لكن ومع ذلك هيمشوء ليه بقى لأنه واضح أنه مش عنده مشروع وده رجل متعنت وفي اللعبة كويسة هو المتعنت فبرضه هيمشوء أنت تخد العبرة من منتخب المجرب وخد العبرة من منتخب الجزائر منتخب الجزائر كم لرغم المهازل اللي حصلت أنت ما عملتش أنت كانش وضع عكساز الجزائر نفسنا برضه محصن نلاقي في المنتخب الأول كده نشوف على مستوى مست مستوى الشباب يعني اللي بلعبه في منتخب الشباب ومنتخب اللهم باللي جاي في 2001 نفسنا يكون في استراتيجية أن المدير الفني لازم يكون عارف أن على الأقل تاخد تلاتة من هذا المنتخب ويبدأ ياخد خبرات مع المنتخب الأول وهو صغير أنا بكلمش هو صغير ده صغير دلوقتي في أوروبا بقى 17 سنة جاب يلعب منتخب أسبانيا الأول وهو عنده 17 سنة وأمثلة كتيرة جدا نفسنا نشوف في المنتخب الأول نشوف عناصر مش هتديك دلوقتي لكن يعني السنة اللي جاي يكون عنده على الأقل لعشرين مبارادة ولية وبالتالي خلاص انت بتبني عملية البناء عندنا بالأسف مش موجودة نحن ليه نحن ليه واخدين وقت طويل جدا مع رونلدو ميسي يعني رونلدو من بداية الألفية بيلعب مع معنشص رونايتك وميسي ظهر برضه من أواخر الألفية ليه موجودين مع أنهم ولعبهم صغيرين يعني 19 سنة أو 18 وكانوا موجودين مع الفريق وانت بتتكلم على اسمها يعني دول أساطير ماشي بس واخدين في كله يا محسن أنا بفتكر أن توني كروز في كان موجود في مصر في كاس العالم للشباب 2009 كانت ألمانيا مجموعة الكاميرون كانت بقاوة في الإسماعيلية شكل التطور بعدها بأربع خمس سنين بقى متواجد في باير مونيخ وبعدين ريال مدريد هو ده اللي بتكلم عليه وفي نفس الدورة دي الأجيال دي فين كاسياس في أسبانيا وكان روناندينيو في المنطقة بالبرازين كانوا صغارين بس كانوا جايين لكن احنا انت هنا بياخد من وش القفص زي ما بيقولوا طبعا ده ما يصح حشان أنا جاي نهاردة اختار لعبت الأهل والزمالك واللي هو محمد صلاح على ترزيجيه عنني وهات أفشا هات محمد شريف هات مش عارف طرق حامد اللهم اللي قدامك طب هاتل انت من تحت ما هو دوت برضو يا محسن يعني بنعذر برضو المدير الفني لأن هو السوشيال ميديا للأسف بقت متحكمة بشكل كبير جدا في المواضيع وانت لازم يكون عندك يعني رؤيتك الخاصة لو انت شايف ان في الوقت اللي جاي احنا نعتمد بشكل او باخر نجيب خمس ست ولاد عندنا منتخب كويس اول في 2003 او 2006 مش لازم يعني نستنى عليهم لغاية ما نكون عندهم 24 او 25 سنة تديهم خبرات وتديهم والناس هتبدأ تستحملك لانك انت حاطت فيجن حاطت رؤية يا جماعة الولاد دول بتديهم عشان خلال سنتين تلاتة هيبقوا هما عندهم عندهم الثقة وعندهم القوة وعندهم يمثلوا مصر بشكل افضل فهو ده للأسف اللي ناقصنا هنقش معاك على مستوى كمان انت قلت اسمين على مستوى المركاتو وطبعا المركاتو طبعا في اوروبا مشتعل بشكل كبير هنعرض لحضراتكم اهم صفقات المركاتو يعني ترانسفير ويندو في اوروبا بعد الفصل